من جانبه أكد سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حرص الحكومة على تعزيز آليات التعاون مع السلطة التشريعية ومواصلة التنسيق المشترك من منطلق الشراكة بين السلطتين التي حققت عدة منجزات لصالح الوطن والمواطن مؤكدا أن الاجتماع اليوم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يقدم صورة للشراكة الحقيقية في استعراض المبادرات والخطط التي تهدف إلى خفض المصرفات وتنمية الإيرادات والانتقال لمرحلة التعافي الاقتصادي بثقة ونجاح وأشاد البعينين بدعم مجلسي الشورى والنواب والشورى للمبادرات الحكومية الهدفة للتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي مؤكدا أن الحكومة تحرص دوما في أي مبادرة جديدة أو تشريع مصلحة المواطن الذي توجه كافة الخطط والبرامج الحكومية من أجله مشيرا إلى أن برنامج التوازن المالي يحمل أهدافا كبيرة لخدمة الاقتصاد الوطني والحكومة بدأت بنفسها لتحقيق جانب من أهداف البرنامج بتنفيذ عدد من المبادرات من بينها تقليص المصرفات التشغيلية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وأكد سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أهمية التعاون بين السلطتين تنفيذية وتشريعية لتحقيق الهدف المنشود في ترسيخ مقومات الأمن الاقتصادي والاجتماعي المستدام وفق برنامج محدد ومدروس يضمن الوصول لنقط التوازن بين الإرادات والمصرفات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة